بسم الله الرحمن الرحيم أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوا فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشرهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقض علىه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تصلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت القشبات حملا إله الحك شد على قفاه وكيف دمى الحديد إليه حتى يخالطه ويلحكه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وقالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطل قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للفدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا ذم ذاك هل هذا إله تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليم لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب العله عليه كوها وقد شدته تسمير يداه فذاك المركب الملون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهال عليه رب الخلق طررا وتعبله فإنك من عذاه فإن عظمته من أجل أنقذ حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليم فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهل لا للكبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه 8- أي عبد المسيح أفق فهذا 9- ردايته وهذا ممتغاه 10- رقم له 10- لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى دن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر